ماذا نعيش في مدينة القدس بمرحلة حرجة وفترة صعبة؟ لا ناصر لهم ولا معين لهم إلا الله عز وجل والمقدسين بشكل عام يلتزمون هناك التزام ببعض الإجراءات الصحية وبعض الأمور الاحتياط لكن للأسف لا يوجد خطط مدروسة هذه الخطط لا بد أن تقوم مقدمة قبل الجهات الرسمية هي التي تقوم بدراسة الأوضاع وهي التي تقوم بتعميمها وإنما نرى أن هناك خطوات عبثية خطوات بتنفيذ مخالفات ومخالفات بشكل عشوائي بشكل عبثي لا يوجد شيء رسمي نظام صحي مدروس رسمي يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الصحية الضرورية التي لا غنى عنها ويأخذ أيضا معين الاعتبار الحياة المعيشية للناس وأوضاعهم الاقتصادية التي أيضا لا غنى عنها من المشاهد التي نراها في تطبيق القانون هي مشاهد عنصرية خالصة لا تخفى على أحد عندما نرى الاقتضاد في الشق الغربي من المدينة ولا يوجد أي تنظيم وأي مخالفات لهؤلاء الأشخاص بينما في الشق الغربي من مدينة القدس في الشق الشرقي عفوا من مدينة القدس هناك حملات لتنظيم مخالفات ضد الأشخاص ولا يوجد أي حملة توعية لهؤلاء الأشخاص حول جدوى هذه الإجراءات الصحية وحول فائدتها وضرورتها وإنما الاكتفاء بالمخالفات الباهضة وزيادة الخنق والإجراءات الصعبة على هؤلاء المقدسيين في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي هي بأساسها أوضاع صعبة وسيئة للأسف اشتركوا في القناة